ثلاثة آلاف يوماً من الحصار الحوثي الطائفي على محافظة تعز التي تتعرض طوال تسع سنوات لأبشع أنواع الإرهاب وضروب الحصار والجرائم لكن عصابة الإرهابيين الحوثيين عاجزت عن كسر تعز وفشيلت أمام بسالة المقاومة الشعبية الشرسة التي تعلن جاهزيتها باستمرار باستكمال تحرير المحافظة وتقدم إلى ما بعدها فيما لو اتخذت السلطة الشرعية قراراً بإطلاق عمليات التحرير أمام هذه البسالة والصمود في المقاومة لجأت عصابة الحوثيين إلى أساليب الاستعراض والتحشيد وتصوير الحشود الطائفية التي تم تجميعها في محافظة إب قادمة من صعدة وبعض مناطق شمال الشمال لإيصال رسائل باستعدادها لشن حرب جديدة على تعز لكن تعز عبر قيادة محورها العسكري ومقاومتها الشعبية تؤكد جاهزيتها لخوض معركة الدفاع والتحرير فهل تحشيد القطيع العسكري الحوثي واستعراضه في محافظة إب غرضه إرسال رسالة بأنها تستعد لشن هجوم على تعز؟ أم أنها عجزة عن القيام بأي هجمات واكتفت بالتهديد والتلويح والاستعراض؟ أم أن الهدف الرئيسي من استعراضاتها العسكرية هو تخويف السكان في المناطق الواقعة تحت سيطرتها بعد تزايد موجات الاحتجاج والرفض والتعبير عن رفضهم لسلطة التجويع والجباية الحوثية في ظل الهدنة الجارية بين الحوثيين والصعوبيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر